بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما تنتمنى اللي تشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة تنشكر الناس اللي تدعموا هذه القناة من بعيد ومن قريب تنقول لهم شكرا جزيلا تنشكر الناس اللي تخلوا تعليقات زوينة بحالهم قاعد الوصفات اللي تلبوا من الناس تنحطهم وخاما نجاوبش أنني تنجوب بوصفات ان شاء الله بحول الله وقوته قاعد نحط واحد الوصفات خاصة بواحد البنت الزوج ديالها مشام عاشي وحدة ما بقى ليقرب لها ولا يوصلها ولا يعطيها حقها الشرعي ولا التحاجة وعند الوليدات وبغد تصبر على الوليدات ولكن اليوم قاعد نجيب وصفات خاصة بالعيلات المنبودات والعيلات اللي عندهم مشكل مع الأزواج ديالهم تحقم الشرعي ما تيعطيوش لهم غدي يكون واحد الجدب إن شاء الله صالح بأسماء الله الحسنى الأسبوع كله خدمنا بأسماء الله الحسنى وإن شاء الله غدي يكون عندنا واحد القبول واحد الجلب خطير خطير بأسماء الله العزيز اسم العزيز اسم العزيز إن شاء الله المهم بالنسبة لي أنا النساء اللي عندهم هذا المشكل عندهم هذا المشكل حاولوا أنهم يخدوا حاولوا أنهم يخدوا بخاطر رجالتهم ولو تكون ولو تكون شوحدة بغاية تديه أو بغاية أنها دارت شي وسائل اللي خلتوا أنه يجدب لها تحاول المرأة تغير من نمط حياتها ومن حيات الأسلوب ديالها مع الزوج ديالها وأنه هي تحاول هي تجدب لها وتحاول عندها أجر أو أجرين إلى خلات رجلها يكون في مستوى أنه مرساح في البيت دياله بما يرضي الله سبحانه وتعالى ولكن المرأة تهتم شوية برأسها وتهتم بالريحة ديالها وتهتم بزرحة الحويجة عند المرأة مميزين لأن ربي في القرآن الكريم أنه شرف المرأة وعطاها القدر ديالها وعطاها الرسول عليه الصلاة والسلام كانت يحترم المرأة وكانت يعطاها التقدير كل تقدير والله سبحانه وتعالى في كتابه أعطى التقدير والاحترام للمرأة بكل معنى الإسلام شرف المرأة ولكن المرأة إذا كان الزوج ديالها مبتلي بشي حاجة أو تتعجب شي حاجة بما يرضي الله تحاول في الهندام ديالها في حويجها في الملابس ديالها في تصريحة الشعر ديالها في أمورها ولو تكون ديالها حجاب في البيت ديالها أنها تحط مكياج تكون بصورة جيدة باش أنها تعجب الزوج ديالها بخصصا إلا كانوا البنات عندهم باقين صغرات وباقين خاصهم يحافظوا على بيوتهم وخاصهم يكونوا إن شاء الله بحول الله وقوتي عندهم واحد واحد الطاقة ديال الجذب أنها تجذب الزوج ديالها ولو تكون تموت عليه وتبغي أنه تبغي ولكن ما تبينش لي أنها تتبغيه بزاف وتتغير عليه بزاف وأنها هدك الزوج راجل في الدار وكل شي ولكن المرأة عندها شخصيتها وعندها النمط حياتها أنها تعتني برصها وديها في رصها وفليداتها ولكن القصة الأكبر هو الزوج باش يحاول أنه يبقى معها إلا كانت تبغيه وتحاول أنها تبغيه أول حاجة غلناخد قطعة مسك وماء الورد ماء الورد ماء الورد يكون من يكون يكون جيد يكون مزيلا وناخد واحد كمية ديال الورد ناخد واحد كمية ديال الورد وغادي نقرأ عليها يا عزيز المرأة اللي مجوجة والرجل ما تيتواصلش معها بحياتها الطبيعية وأنها أنها بغا تجدب الزوج ديالها في الفراش وأنها تكون معه تكون معه يعطيها حقها الشرعي بزرعة النساء تخرجوا وتمشيوا مع النساء وتهملوا مراتهم غادي ناخد الورد ماء الورد ومعه قطعة مسك قطعة مسك على جدرنها ليكون عندك عارض والدي يسبب لك المشاكل والدي يسبب لك المشاكل مع الزوج ديالك وانتي ما عارفهاش إذن هذا الماء الورد ماء الورد ومعه قطعة مسك انقرأ عليها يا عزيز يا عزيز يا عزيز عزني بعزتك يا عزيز معه فلان ولد فلانا يا عزيز 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 الوقت كل يوم كل يوم يبقى عندك تجدي كل يوم كل أسبوع بسالي هذه نجيب وحدة أخرى ليكون عندك عارض هو اللي تخسر لك الصورة وتخسر لك حياتك مع الزوج ديالك ندير يا عزيز يا عزيز يا عزيز عزني مع زوجي أو عزني مع شخص المعين اللي بغيتيه تل بنت اللي بغت خاطي بتديرها المرأة اللي عندها الفراش تاخد الورد وتدير يا عزيز يا قريب يا عزيز يا قريب يا عزيز يا قريب يا عزيز يا قريب هذه نديرها تحت الفراش نفرشها تحت الفراش تحت الفراش بأنها تعطيك العز وتقربك إلى الزوجي يا عزيز يا قريب يا عزيز يا قريب يا عزيز يا قريب. آآ العدد اللي غادي نحط مئة مرة مئة مرة. يا عزيز يا عزيز يا عزيز عزني مع الزوج ديالي يا قريب يا قريب يا قريب قربني الى الزوج ديالي تن بغيت انني الزوج ديالي نبقى معه ديما وهذا ديما الوجه ديالي والشعر ديالي والجسد ديالي. تن النساء اللي عندهم الكتاف ديالهم تحسو بالتقل يديروا هاد المسك الماء الورد وديروا يا عزيز يا عزيز عزني. تن ناس اللي عندهم عندهم آآ في العمل ما عندهمش قبول يديروا يا عزيز يا عزيز يا عزيز آآ هذا يا عزيز يا قريب يا عزيز ونديروا تحت الفراش نفرشو نشري واحد آآ مئةين وخمسين ديال الورد را ما غاليش عشرة درام يعطيك كيميا كتيرة ونفرشها تحت الفراش آآ ما بيه الفراش وآآ المهم انتي عارفة فين غادي تحطيه آآ مهم ما بين الفراش والفراش نحط هاد الورد وندير لي واحد زوية في بيض ونقرأ عليه يا عزيز يا قريب اقربني الى الزوج ديالي يكون قريب مني ويكون آآ معي مزيان ونقل الدعاء ديالي كل شهر نجدد هاد الورد هاد الورد من يسالي ناخده ونده نعوم به نعوم به ونجيب واحد اخر نقرأ عليه عاوتاني قراءة ونجدد اما الماء الورد يبقى عندك طول العام يسالي نعود واحد اخر حتى يربي يصلح الحال من حال الى حال سبحان الله آآ هذه طاقة ايجابية من آآ طاقة ايجابية وطاقة رحمانية من اسماء الله الحسنى اذا نديروها وحنا مطمئنين ان شاء الله بحول الله وقوته غادي نديروها وحنا مطمئنين بانها صالحة لجد الزوج لانها المرأة خاصة يكون معها الزوج ديالها هذا هو المشكل اللي سنتعرضولي احنا الراجل تهمى المرأة وتخليها في البيت درجة انها تقدر المرأة تتولي تتمشي تدير اعمال آآ تولي تفسد او تدير شي حاجة خيبة لان الراجل ما اعطاهاش آآ ما اعطاهاش حقها الشرعي في البيت اذا آآ المرأة ديما تكون ايجابية في بيتها وتتعامل مع الراجل تعامل مع الراجل بما يرضي الله آآ لان الزوج المجبورة انت تكوني آآ جميلة في بيتك وتكوني تقدري تعطي البيتك كل شي لانكي المرأة لسا تقول المرأة ماشي هو التبخ ماشي هو آآ تدبير البيت هو انكي تدبر امورك مع الزوج ديالك مع الزوج ديالك الزوج ديالك هو النصف الاخر اللي غدي آآ تكوني سعيدة في حياتك وتبهي بيقدم الناس وانكي تقولي تقولي هذا هو الزوج ديالك الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء ربي سبحانه وتعالى خلق لنا القرآن شفاء خلق لنا اسماء الله الحسنى فيهم طاقة ايجابية للجد اه اي حاجة بغيتها باسماء الله انكي اه جد باي حاجة اذا انت تجد بي الزوج ديالك بالطاقة النورانية من اسماء الله الحسنى اذا احبابي في الله مبقى لي غير نقول لكم دعموني وفعلوا الجرس وتأبونوا عندي بحول الله وقوةه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة